حاب ارد على اكثر ما شيء الناس تقول لي ليش ما ترجع خلصت ارجع لكويت بس ما عليك من فرنسا انا حاب اقول لكم اللي قاعد يصير في فرنسا كارثة انسانية بكلمة تحمل الكلمة من معنى الخطوط اشتبقت ماكو خطوط امامية وخلفية المرض انتشر بالجسد الطبي انتشر بالمجتمع فالموضوع جدا كبير وهذه بالنهاية روح بشرية يعني هذه بالنهاية روح ما نقدر يعني نقول اهل روح اهم من الروح بالنهاية روح وانا عندي زملاء كبار بالعمر وهم اللي علموني وهم اللي اهم بالذات هذي الناس لهم فضل علي فعلا فانا ما اقدر اقول لهم انا خلاص برجع لكويت انت والله عابلوا بنفسكم ما اقدر اصوي شيء صعب عليه اني انحطوا بموقف شيء وقولهم انا ما رح اساعدكم وشي ثاني ان الالحين بالوضع بالكويت ممتاز الوضع بالكويت يعني الالحين في ديكاترا ناطرين ودهم يخدمون واللحين ما وصلهم الدور عشان يخدمون لو صارت لو الوضع ازداد بالكويت انا ما رح اتردد ثاني ان ارجع بالكويت ما رح اتردد ما اكو فخر حق الواحد اكبر من انه يخدم وطنه السؤال الثاني ليش ما ترجع مرت عيالك وتعرضهم للخطر انا اتمنى مرت عيالي بالنهاية شاكر لكم والواعد ان شاء الله بالكويت